السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي طلبات وطالبات واولياء امار الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله هنحل مع بعض نمازج الوزارة للتقييم الاسبوعي معنا النهاردة مع حل نمازج الاسبوعي الثالث. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يصيركم كل جديد بنديم ان شاء الله. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ اي سنة تانية باللي هو الجزء الخاص بي الاداءات الصفية. طبعا ده على اللي هي بعنوان آآ طبعا السؤال ده آآ على هيئة سؤال اختر الاجابة الصحيحة. شو ذاكركت انصر? بيقول لي التلفزيون بتاعي مقصور. هل تستطيع ان انت ايه? يصلح ولا ميك يصنع ولا دو يؤدي ولا بلاي يلعب? يبقى ممكن ان انت ايه تصلحه? آآ طبعا ده المفروض يكون على هيئة اللي هو سؤال. what activities would you prefer to not? ايه الانشطة اللي انت بتفضل ان انت ايه? طبعا احنا عندنا كلمة activity اللي هي نشاط بتيجي معاها الفعلي دو يبقى do activity يؤدي نشاط. يبقى لما يسألك ويقولك what activities would you prefer to do? يؤدي نشاط اللي هي do activity. special pens and brushes are used to make beautiful writing knowing as not. هي بيقول لي ايه? اقلام خاصة او مميزة وفرش مميزة بتستخدم ان هي تجعل الكتابة جميلة known as ايه? زي ده بنسميه اللي هو ايه? الكاليجرافي اللي هو فن الايه? فن الخط. اما grams اللي هي الغرامات فوتوغرافي صورة وبيوغرافي اللي هي السيرة الزتي. بعد كده بيقول لي students who can't see well should sit in the net of the class. عايز اقول ان الاطفال او الطلاب اللي هما لايستطوع القراءة جيدا يجب ان هما يجلسوا في ايه? مقدمة الفاصل. يبقى المقدمة اللي هي foreground. اما الخلفية اللي هي الملعب. بعد كده بيقول لي. انه لمن الايه? ان انت مش هتقدر تيجي الحفلة. يبقى عظيم ولا شيم? اه خزي طبعا ولا سوري اسف ولا يطلق. يبقى it's a shame. شيء مؤسف طبعا. اه بعد كده بيقول لي try to not the meaning of this word. احاول ان انت عايز يقول لي تخمن معنى هذه الكلمة. يبقى الجلس اللي هي معناه يخمن. اما read يقرأ miss يفقد او يفوتو او يفتقد و enjoy اللي هي معناها يستمتع. بعد كده بيقول لي everyone congratulated me not passing my math test. عايز اقول كل شخص هناني على اكتياسي اختبار رياضيات. يبقى congratulate on اللي هي معناها يهنق على. بعد كده بيقول لي to be not is to be happy about the good things in your life. ان انت تكون ايه? اه ده معناه ان انت بتكون سعيد اه تجاه او عن الاشياء الجيدة في حياتك ان انت تكون ايه? lonely وحيد ولا worried or pleased مسرور ولا او سعيد ولا جريدي طماع طبعا ان انت تكون pleased بتكون ايه? سعيد او مسرور. بعد كده بيقول لي I'm waiting excitedly to get not a plane for the first time. عايز اقول ان انا منتظر I'm waiting. منتظر بحماسة ان انا اركب الطيارة لأول مرة. يبقى عندي get on. يركب. and get off ينزل. he answers customers calls. عايز اقول هو بيجيب اه مكالمات calls دي معناها مكالمات. واخد بالي من customers. S بشره في دين الملكي لان اسم جامع اه منتهب S. بيرد على مكالمات الزباين. انا بيجي ستور في محل كبير. يبقى هو عامر في مركز الاتصالات. بس يعني مركز وشب يعني سفينة وكولر اللي هو الشخص المتاصل. انت ان الجزء التاني اللي هو الاداءات المنزلية اللي هو الهومورك. برضو علينا التوقع اللي هي هاو ار يو فيلنج? والسؤال ده سؤال تشوز دا كراكت انصر? اختر الاجابة الصحيحة. بيقول لي سارا دي ممرضة. عايزة اقول ان هي بتعمل في عمبر او جناح الاطفال في المستشفى. اللي هي طبعا ابصره في اس دي اللي الملكية. يبقى وورد. وورد معناها جناح او معناها عمبر. اما وورد اللي هو العالم. او وورد دي اللي هي جايزة ووورد اللي هي الكلمة. انا سوان. عايزة اقول انا اتطلع الى زيارة الاكسر واسوان. ناخد بنا نلوك في الورد تو بيجي وراها الناون او الفيرب بمضاف له اي انجي يبقى حستخدم فيزتينج. دي معناه يتطلع الى او يتمنى. مازن ايه? هو لا يسمع جيدا. يبقى هو ما بيسمعش يبقى هو ديف. اما بلاين دي معناها كفيف. انا تستموان هو اش بتوين ثيرتين او نينتين ييرزولد. عايزة اقول هو الشخص اللي عمره ما بين تلاتاشر وتسعتاشر سانة. هو التينيجر اللي هو المراهق. اه سيلر اللي هو الباقع طدلر طفل وعندي برضو اللي هو التشايلد برضو ايه? برضو ده الطفل. بعد كده بيقول كل مدرس يجب ان هو يعامل الطلبة معناها معناها معطف. يبقى عندي تريت اللي هي معناها يعامل. اما هت يضرب او يصدم. ويف اللي هو يلوح وهرت يؤذي او يجرح. بعد كده بيقولي شادي اصام. ولكنه بيفهمنا لاننا بنستخدم ايه? اللي هي لغة الاشارة اللي هي الساين لانجوش. سيجنال اشارة سمعية او بصرية اللي هو اه متحدث. اه بعد كده هنا بيقولي لما بتذهب في اجاز. بتضع او تقدر تستطيع ان انت تضع ملابسك في ايه? اللي هي السوت كيس اللي هي حقبة الايه? الصفر. اما البوط قرب شغف رف وسوت اللي هي بدلة. it isn't easy to not friends in a big city. عايز اقول بيكون اه ليس من السهل ان انت تكون صدقات في مدينة كبيرة. يبقى make friends. make friends معناه يكون صدقات. when you invite a person to your house. عندما تدعو. invent هنا معناها يدعو. عندما تدعو شخص لمنزلك. they are. بيكونوا ايه? بيكونوا اللي هما الجيست. الضيوف. اما جيست دي يخمن ورايتر كاتب وبيز اللي هي اولاد. بعد كده بيقولي. it is usually easy to not with people in other countries if you speak english. بيكون عادة من السهل ان انت عايز اقول تتواصل مع الناس. اه في دول اخرى لو انت بتتكلم انجليزي. يبقى it is usually easy. contact يتصل. connect يصل. وليف يعيش ولا communicate يتواصل? communicate. يتواصل. اه طبعا هي communicate. انت انا الى الجزء الخاص به التقييم الاسبوعي. برضو على unit 2. how are you feeling? هناخد جروب ايه? اه طبعا اه ده سؤال اللي هو اللي هي قطعة الفهم. قطعة احنا بنقرأها من خلالها بنجاوب على مجموعة من الاسئل. بيقولي هنا. reading is a very helpful habit. القراءة دي عادة مفيدة جدا. it gives us new ideas. هي بتعطينا افكار جديدة and approves our language. وكمان بتحس اللغة. when you read. عندما تقرأ you need to be in a quiet place. محتاج ان انت تكون في مكان هادي. it's better to wear your reading glasses if it's necessary. طبعا من الافضل ان انت ترتدي اه انت الدرقة الخاصة بالقراءة بتاعتك لو ضروري يعني او انت محتاج. you should read different topics. انت يعجب ان انت تقرأ موضوعات مختلف. to remember what you read. علشان تتذكر ما تقرأه. it's a good idea to have a pen in your hand. اه طبعا هيكون من الفكرة جيدة ان انت يكون معاك الم في ايدك. to underline or circle the important points. علشان طبعا تخطط او تحط دايرة كده على النقاط المهم. try to discuss what you have read with your friends. حاول ان انت تناقش اللي انت قرأته مع اصدقائك. people read for different goals. الناس بتقرأ لازباب مختلف. some people read for enjoyment. بعضهم بيقرأ للمتعة. just to feel happy and spend a nice time. فقط لقاء للشعور بالسعادة او لقضاء واقتراع. others اخرين هم other people. read for work. بيقرأوا للعمل او من اجل العمل. students read for their study or research. الطلاب بيقرأوا لدراستهم او ابحثهم. all of us read the news and their weather reports. عايزة اقول كلنا بنقرأ الاخبار وتقرير الطاقس. we also read messages emails and letters that we receive. عايزة كلنا بنقرأ طبعا رسائل وايميلات وخطبات اللي احنا بنتسلمها. السؤال الاول بيقول لي ايه. how is reading a helpful habit. ازاي القراءة اه طبعا هي عادة اه مفيدة. اه طبعا هو هنا قال لي بتعطينا افكار ومعلومات. اه بتحسن لغتنا. يبقى احنا هنا اهام. it gives us new ideas and improves our language. طبعا دي اجابة السؤال number one. نكتبها بقى تحت. السؤال التاني. why do you think you need to read in a quiet place? اه ليه بتعتقد انت محتاج ان انت طبعا تقرأ في اه مكان هادئ? طبعا ليه يجب ان احنا نقرأ في مكان هادئ عشان نفهم الحاجة اللي احنا بنقرأها هيبقى understand what we read. لكي نفهم ونقرأ. how can you remember what you read? كيف تستطيع ان تتذكر اه ما تقرأه? هو هنا قال لي في الباسج. it's a good idea. هيكون في فكرة حلوة ان انت يكون معك اه اه الم في ايدك وعشان تخطط على اه الحاجات اللي هي النقاط المهمة وكمان try to discuss اه اه what have you what you have read with your friends. طبعا ده اجابة السؤال. لان احنا نستخدم الم كده نخطط به عن نقاط المهمة او نناقش الموضوعات دي مع اصدقائنا. دي اجابة السؤال ونكتبها بقى على النقطة. اه بعد كده بيقول ايه? اه سؤال برضو ده على القطعة. اه what do you think the word others refer to? كلمة اذرز دي. بتشير الى ايه? الى الاجولز? الاهداف? ولا الاشخاص? ولا نقاط? ولا النظارة? طبعا هو قال لي في القطعة. بعض الناس بتقرأ لاهداف مختلفة. بعضهم بيقرأ للمطعة واخرون يبقى لهم الاشخاص. كلمة اللي هي معناها متعة معناها سعادة او متعة برضو. اما ساد نس حزن كتابة مناقشة. بعد كده نكمل التقييم الاسبوعي اللي هي المجموعة التانية برضو ده سؤال اه سؤال قطعة فيه. بيقول عندي صديق مرسلة من انجلترا او صديقة مرسلة. اسمها ريبكا. انا من الفيوم. انا من الفيوم. ات دي لي مدينة الفيوم. مدينة كبيرة with beautiful nature reserve is nearby. بمحميات طبيعية بالجوار. I live with my parents and my brother in a flat. بعيش مع والدية واخوية في شقة. my grandparents اللي هم الاكداد. live in a flat downstairs. اكداد دي بيعيشوا في شقة في الطابق السفلي. on saturdays في ايام السابت. I usually get up early. بستيقظ عادة مبكرا. and help my grandmother with her shopping. وساعة جدتي في الايه التصوق. then i read or do my homework. بعد كده بقرأ او بعمل ود. in the afternoon بعد الظهر. I visit my friends or play computer game with my brother. بزور اصدقائي او بلعب العاب الكمبيوتر معه. my favorite subjects are math and english. طبعا مودي مفضلة. هي الرياضيات والانجليز. I'm happy to have a pen friend. انا سعيدة ان انا يكون عندي صديقة مرسلة. because i am able to practice my english. بكون قادرة على ان انا امامس الانجليزي بتاعي. السؤال الاول بيقول لي ايه. do you think it's a good idea to have a pen friend. هل تعتقد ان هو فكرة جيدة ان يكون عندك pen friends. اصدقاء مرسلة. يبقى yes. yes i think so. نعم اعتقد ذلك. وي بقى. هو قال لي هنا ايه. هي قالت because i am able to practice. يبقى to practice our english. to practice our english. لو حتكلم عن نفسي بقى يبقى اقولي هنا my my english. السؤال التاني بيقول لي how does jude describe her city. ازاي jude وصفت مدينتها. هي قالت ان هي مدينة ايه. اه. قالت ان it's a large city was beautiful that your reserve is a اه. دي اجابة سؤال number two. ننقل بقى الحاجات دي كلها على الناطح. اه بيقول لي where do jude's grandparents live? بيعيشوا فين? طبعا هم كلهم بيعيشوا في الفيوم ولكن هم عايز يقول لي بيعيشوا في الطابق اهم. هير جراند. نستبدل بمواي ب هير. هير جراند parents in a flat downstairs. ممكن بقى نكتب بقى نكمل اين? اه. الفيوم. في مدينة الايه. الفيوم. دي اجابة السؤال number three. يبقى نكتب ايه. نكتب الحاجات دي كلها ده. اه. بعد كده برضو سؤالة شوز دا كركتا انصر بيقول لي the under nine pronoun it. ات دي بتشير الى ايه. الى مدينة الفيوم. the under nine word grandparents means grandparents اللي هما الاجداد اللي هما grandfather and grandmother. دون. الجدة والجاد. نكمل التقييم الاسبوعي وgroup c اللي هي المجموعة الاخيرة معانا. اه. ده برضو سؤال قطرة ريدنج بيقول لي we should all be proud of dr. ماجدي عكوب. كلنا يجب ان احنا نكون فخورين بالدكتور ماجدي عكوب. he was born in 1935. ولد في عام 1935 in bilbyes. في مدينة bilbyes. but the family used to travel to many places. ولكن الاسرة اعتادت ان تسافر الى اماكن عديدة. because his father was an important doctor. لان والده كان طبيب مهم. ماجدي also became a doctor. الدكتور ماجدي كمان اصبح طبيب. before he stopped working in 2001. قبل ان يتوقف. هو مين اللي هو الدكتور ماجدي عكوب. عن العمل في 2001. he used to work in a special hospital in london. اعتاد ان يعمل في مستشفى خاصة في لان. of this hospital فزي المستشفى ماجدي used to help to give people new hearts for the first time. عايز اقول ان الدكتور ماجدي اعتاد ان يساعد الناس في اعطاهم قلوب جديدة للمرة الاول. before the 1980s. طبعا people with heart problems often used to die. قبل عام 1980. الناس اللي كان عندها مشكلات في القلب. كانت عادة بتموت. 2009 في 2009 ماجدي عكوب started a charity for ill children in aswan. الدكتور ماجدي عكوب بدأ مؤسسة خيرية للاطفال اللي هما المرضى في اسwan. very ill children didn't used to live long lives. الاطفال اللي هما مرضى جدا ما كانوش معتاد ان هما يعيشوا حياة طويلة. but many ill children can't now live healthy lives. ولكن العديد من الاطفال المرضى حاليا يقدروا ان هما يعيشوا حياة صحية. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ why do you think ماجدي عكوب started a charity for ill children؟ ليه بتعتقد الدكتور ماجدي عكوب بدأ او بدأ هنا او اسس مؤسسة خيرية عشان يساعد الاطفال اللي هما المرضى. هو زكرني هنا في البسج وقال لي because. نكتب هنا بقى because. because لانا. لان دي جابت سؤال why. لماذا؟ لان الاطفال اللي هما كانوا مرضى جدا didn't use to live long lives but now many ill children can now live healthy lives. دي جابت السؤال number one. why did ماجدي عكوب's family used to travel to many places؟ ليه اسرة الدكتور ماجدي عكوب كانت معتادة ان هي تسافر الى اماكن عديدة. وقال لي طبعا لانه والده كان ايه? اه طبيب مشهور. انا قليه because his father was an important doctor. وكان طبعا سافريته كتير عشان كده كان بينتقل الى اه انتقلوا الى اماكن عديدة. دي جابت السؤال number two. الحاجات دي بقى ننقلها على النقطة تحت. give us suitable title for this passage. اعطي عنوان مناسب للقطعة. القطعة كلها بتتكلم عن الدكتور ماجدي عكوب. بيبقى نقول الدكتور. ماجدي. ياكوب. السؤال اللي بعد كده سؤالة. انصر بيقول لي. اه دي بتشير الى ايه? الدكتور ماجدي عكوب. بيبقى ماجدي عكوب. اه كلمة مميز معناها نط يجول غير عادي. اما يجول دي عادي كبير كبير في السن. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. انتظرونا ان شاء الله في التقييمات القادمة. اللي عنده اي شؤال او اي استفسار او في ايه جزء مش فهمها اكتب لي في كومنت. ولو لسه بتابع معنا لنهاية لايك وشير للفيديو عشان يوصل لا اكبر عدد. اتمنى لكم كل التوفيق ونجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.